طلابنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في هذه الجزئية هنتكلم عن الجزء الثاني من الشابطر الأولاني اللي هو بيتطرك إلى الكلاسيفيكيشن اوف بوليمر او تصنيف المواد البوليمرية تصنيف المواد البوليمرية في الحقيقة أنا عندي 3 تصنيفات او 3 مجموعات من البوليمر واحدة اسمها سيرمو بلاستيك واحدة اسمها سيرمو سيتينج واحدة اسمها الاسطومار لما قدر شوف تعريف السيرمو بلاستيك يقولني ان هي بمعنى ايه بمعنى اننا ممكن تكون اما انها تكون سلاسل خطية او سلاسل خطية لكنها متفرعة ولكن بشرط هذه السلاسل غير متقطعة مع بعضين تمام؟ حتى ان معنى سيرمو بلاستيك لو انا شفت الاسترس والاسترين بشكل عام ابو سلاقي الاسترس والاسترين ابو سلاقي ان هو بينقسم لمنطقتين الاستيك ديفورميشن و بلاستيك ديفورميشن لما اجا شوف معنى كلمة بلاستيك او سيرمو بلاستيك معناها سيرمو بلاستيك يعني المواد التي بالحرارة تعطي بلاستيستي يعني تعطي امكانية للتشكيل وبالتالي هي مواد تشكل بالحرارة تمام؟ طب تعال نشوف المعنى التاني بتاع السيرمو سيتينك ابو سلاقي السيرمو سيتينك بيقولك هي عبارة عن بوليمرز that are heavily cross-lanked to produce strong three dimensional network structure يعني هي عبارة عن البوليمر التي تكون فيها تقاطعات سقيلة زي ما احنا شايفين تقاطعات سقيلة تمام؟ وبس بس كده قالك دي بتنتج شبكات سلاسية الابعاد طب اذا كانت هي تقاطعات سقيلة وتنتج شبكات سلاسية الابعاد هل معنى كده ان تشكيلها سهل؟ قالك لا عشان كده يسموها سيرمو سيتينك ليه؟ لان بالحرارة تتصلد هذه المواد على عكس السيرمو بلاستيك سيرمو بلاستيك بالحرارة تدين وتديني flexibility يعني عشان كده السيرمو بلاستيك تعتبر flexible الوصف العام لها لكن السيرمو سيتينك هي مواد تسلط بالحرارة يعني تاخد حرارة تبدأ تتسلط اكتر مع بعض طي تعال نشوف النوع التالي اللي هو الالاستومار ابصة لا الالاستومار هو عبارة عن ايه؟ قالك these are polymers هي polymers تمام؟ ممكن تكون سيرمو بلاستيك او lightly cross-linked sermo set يعني ممكن تكون اما انها سيرمو بلاستيك او سيرمو سيت لكن بشرط ما تكونش سقيلة التقاطعات او التقاطعات اللي فيها سقيلة لا دي خفيفة ايه زي مادة شايفة تمام؟ تقاطعات خفيفة تمام؟ وفي نفس الوقت هي سيرمو بلاستيك ممكن تكون سيرمو بلاستيك لكن في شرط تاني لو كان سيرمو سيتك ان الالاستيك دي فورميشن بتاعها يكون اكتر من 200% تمام؟ لو حققت الشرط ده تبقى هي الالاستومار ايه هو الشرط؟ انها يكون lightly cross-linked وتكون كمان الالاستيك دي فورميشن بتاعها اقل من 200% عشان كده بس انا لما نيجي نشوف الوصف العام لي خاصة النجنية بتاعة الالاستومار نلاقي نهاية هي سوبر بلاستيك يعني كمان سوبر بلاستيك يعني بمعنى ان هي كمان يعني مرينة فوق العادي كمان يعني لو هنصنفهم شكل عام يبس السيرمو بلاستيك تعتبر فليكسابول الالاستومار تعتبر سوبر فليكسابول السيرمو سيت تعتبر ريجد متيريا